آخر عنوان معي النهاردة عنوان أستاذ أحمد الهواري تريزيجي والانتقال الدوري السعودي وخطواته المقبلة طيب الناس طبعا موضوع تريزيجي ده برضو خلال الكام يوم اللي فاتوا أشعل الإعلام والسوشيال ميديا خاصة أن فيه تقرير تركيا كمان قالت أن تريزيجي ممكن يرحل خليني أديك بس كام حاجة كده مؤكدة يلا مين تريزيجي خارج الدور التركي قريبا ده ترابزن بيفكر خلاص أن هو يستفيد مادية من اللاعب وفاتح الباب لرحيله اللاعب تلقى عروض سعودية في بداية الموسم أكتر من عرض جاله من السعودية التحق جدة أهل جدة بعده سعوده دخل بقوة في صفك التريزيجي نادي التحق جدة بيتنافس مع أهل جدة على الظفر باللعب اللاعب مرحب بالانتقار للدور السعودي خاصة أن الدور السعودة كريم بقى وجهة لكل لعب العالم وكل نجوم العالم وزي ما بنقول كده الدور يعني راح في حتة تانية خالص مودريتش في الطريق وبنزيمة وميسي وقبل كده رونالدو فخلاص والتجارب المصريين هناك نكحة تحق جدة كمان حتطعينه على تريزيجيلي إنه عارف إن اللاعب المصريين تأقلموا معها سريعا وما يبقوا موجودين كلهم مع بعض أو تلات لعيبة في فرقة هيقدروا أن هم يعني يقودوا الفريق لمنصة التتويق مرة أخرى فأنا بقولك فيه تفاوض مباشر مع تريزيجيلي تريزيجيلي وافق ترابزو لكن قصة العروض دي هتبقى متوقفة على اللي هيخلص مع ترابزو لأن النادي عايز حوالي 6 مليون دولار فمين اللي هيدفع ومين اللي هيخلص ومين اللي هيتفق مع اللعب ماليا فالقصص دي ما تتحسم هيتحسم قصة انتقال تريزيجيلي الدور السعودي اللي خلاص قريبة جدا رغم إن اللعب بيبحث عن عروض في أوروبا ووكيله بيدوره على عروض في أوروبا لكن كريستيان الوكيل اللي هو كان وكيل علي غزال وأكتر من اللعيب ومشكلة دي المشكلة الحقيقة لتريزيجيلي ننظرش وكيل بيدور السعودي صحيح صحيح